طيب بعد يومين فقط على تتويجكم سيشامد كيك تعرفتوا على الخصوم ديالكم في نهائيات كأس العالم التي ستقام وفى شهر شوتنبر ومستهل شهر أكتوبر القادمين بدولة ليتوانيا المنتخب المغربي كيتواجد في مجموعة الثالثة مجموعة لك تضم التايلاند ومنتخب البرتغال ثم منتخب جزر سليمان كقراءة أولى لك أنت منسبة لهذه المجموعة التي يتواجد فيها المنتخب المغربي فصراحة هي مجموعة قوية لأنه تجمع حاجة للمتتبعين فهي تجمع كل بطل في القارة فنحن بطل إفريقيا البرتغال هو بطل أوروبا حاليا هو حامل لقب تايلاند دائما ينافس على كأس آسيا ولكن جزر سليمانت هم بطل القارة ديالهم إذن بالنسبة لنا يعني من ناحية البالماريس أنها مجموعة قوية وهذا كان راجع للصنيف ديالنا التي تحطينا في القبعة الرابعة فالمنتخبات التي قدامنا كلهم صنفاتهم الفيفا أفضل فلذلك تظهر أن المنتخب الوطني المغربي سيكون هو الحلقة المحتوطة في الرطبة الرابعة لكن هذه كلها تصنيفات على الوراق نحن مستعدون إن شاء الله مع الحضر الكامل والاحترام الكامل للخصم ديالنا لكي نكون إن شاء الله إلى السهل ربي لأول مرة نأخذ التأهيل ديالنا في كأس العالم المقبلة المقبلة